نعم طبعا هذه المحادثة التي استمرت لثمانين دقيقة ناقش فيها شولتس وكذلك ماكرون من طرف وفي الجهة الثانية كان الرئيس الروسي بوتن ناقش كل التطورات في أوكرانيا وتدعيات هذه العملية حسب طبعا المتحدث باسم الحكومة الألمانية والذي قال إن المستشار الألماني والرئيس الفرنسي حثى خلال المكالمة الهاتفية مع بوتن حثى بوتن على وقف فوري لإطلاق النار وانسحاب القوات الروسية طبعا البيان وصالني لأتو من المستشارية الألمانية وطبعا يقول أنهما دعايا الرئيس الروسي إلى الدخول في مفاوضات مباشرة وجادة مع الرئيس الأوكراني وإيجاد حل دبلوماسي للصراع أيضا بحسب الحكومة الألمانية فقد شك شولتس كما يقولون شولتس وماكرون من الوضع المتوتر في سوق الغذاء العالمي وطبعا وفقا للمستشارية فقد أكد المستشار الألماني شولتس للرئيس بوتن بأنه يريد السماح بتصدير كما قالت المستشارية ونقلت عن بوتن الذي قالت أنه أكد أنه يريد السماح بتصدير الحبوب من أوكرانيا لا سيما عبر البحر ولكن بحسب بوتن كما تقول هنا بأن روسيا لن تستغل فتح حزام الألغام التي أقيمت طبعا لحماية الموانئ الأوكرانية بمعنى أنه يجب إزالة هذه الموانئ النقاط الرئيسية التي كانت في وفقا لهذا البيان هي التأكيد على ضرورة حل هذا الصراع وقف هذه العمليات العسكرية العودة إلى الحل الدبلوماسي والحوار المباشر مع الرئيس الأوكراني وأيضا العدم اضطراب أسواق الغذاء بسبب منع تصدير الحبوب في أوكرانيا الموضوع القديم الجديد مجالات الطاقة هل هناك أي جديد في مسألة حظر استراد النفط أو الغاز الروسي في أوروبا؟ نعم من الواضح أيضا لهذا البيان الرئيس الروسي أيضا كان يقول أنه يجب تخفيف هذه العقوبات التي تفرض على روسيا وهذا أيضا يفتح الباب مجددا للطاقة التي كما تتحدث مصادر سواء في ألمانيا أو حتى في الاتحاد الأوروبي بأن الأموال التي تأتي من الطاقة التي يتم تصديرها إلى ألمانيا أو إلى الاتحاد الأوروبي تمول العملية العسكرية الروسية بشكل كبير وهناك كانت أصوات خلال الأيام الماضية تؤكد وحتى الموقف الألماني في هذه المناقشات يبدو أن هذا الأمر لم يتم بحثه لم يتم التطرق إليه وإن كان الموقف الألماني لم يتغير في هذا الإطار ألمانيا التي تعمل حتى على مدى ليس فقط الأيام الماضية بل الأسابيع وبعد بدء العملية العسكرية وفرض حزم العقوبات بدأت ألمانيا تدرك مخاطر الاعتماد على الطاقة من مصدر واحد لذلك هي الآن تحاول أن تنوع مصادر الطاقة لديها ومصادر الدول التي تعتمد من خلالها على الطاقة بمعنى أن لا يستخدم هذا الأمر كسلاح للضغط على الحكومة الألمانية مستقبل